محلية البرلمان عن الإجار القديم مش هنطلط حد ونناقش الملف بجدية أهلا بكم قبل ما أبدأ معاكم تفاصيل هذا الخبر من جيدة الوطن أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تصدي لأزمة الإجار القديم وحل المشكلات العالقة في هذا الملف كون المشكلات التي نجمت على هذا الملف مستمرة منذ صنوات كثيرة مشير إلى أنه سيتم العمل على تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر في قانون الإجار القديم لكن بشكل تدريجي مؤكدا في الوقت ذاته على أن الجميع في مصر مهمتهم بهذا الملف سواء كان ملكا أو مساجرا مقترح من الحكومة بشأن الإجار القديم للشخصيات الاعتبرية وأضاف السجيني خلال حواره مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة ويجب منقشة هذا الملف نحن في عهد جاد معضح أن هناك مقترح مقدمة من الحكومة بشأن الإجار القديم للشخصيات الاعتبرية ينص على تغيير الأجر الشهرية ورفعها خمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15% والإخلاء خلال خمس سنوات النواب ما زال يناقش مقترح الحكومة باستفادة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المجلس ما زال يناقش مقترح الحكومة مستفادة كما أن المحكمة الدستورية نصت عام 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبرية ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية إذا أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بأعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين الملك والمساجر في كيانات الاعتبرية وسيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية لمساجرين لم يكن لدينا حصر للوحدات والمحلات التباعة للإجار القديم وأوضح السجيني أنه في السابق لم يكن هناك حصر للوحدات والمحلات التباعة للإجار القديم ولم يكن هناك تهيئة المواطنين بالتخييز أي قرار يمس هذا الملف وعدم وجود أي تدرج قصة القرارات التي صادرت بحقه واجب تهيئة المجتمع لمثل هذه التحرقات قبل البدء فيها حتى لا يسبب حدوثها أي قلق في المجتمع مشددا على ضرورة تحديد العلاقة بين الملك والمساجر من خلال مواجهة عاقلة ورشيدة ومتدرجة منعا لصارت هذه الأزمة من جديد الإعلام لعب دورا هاما في تحديد طبيعة العلاقة الإجارية وعرض فرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن وسائل الإعلام لعب الدورا مهما في تحديد طبيعة هذه العلاقة الإجارية داعيا لوضع رؤية شاملة توضح العلاقة بين الملك والمساجر سواء في الكينات الاعتبرية أو الطبيعية أو بالنسبة للسكني مع اختلاف الأطار القانوني والمدة الزمنية لكل حالة من هذه الحالات مشيئة إلى أنه يجب تفصيل مشروع القانوني ينظم العلاقة بين الملك والمساجر في قانون الإجار القديم لتحقيق العدالة